بمبادرة إنسانية قام وفد بيضم نجوم فرقي الرجال والسيدات بالنادي الرياضي بيروت بيتقدمون رئيس النادي هشام الجارودي بزيارة لمركز سرطان الأطفال ببيروت لمناسبة الزكرة السنوية للتنعش على انطلاء المركز وكان باستقبال الوفد كل من فاروق جبر أمين سر ورئيس لجنة جمع التبرعات بالمركز والسيد هناء الشعار شعاب مدير عام المركز والسيد سلوة سليمان رئيس مجلس الأمنة وبأجواء احتفالية تم التقاط الصور التذكيرية مع الأطفال ومع القيمين على المركز ومع الأهالي ومن بعد قدم السيد جبر شعار حمل الدعم المركز للرئيس شام الجارودي يلي أكد على أهمية دعم هيك نوع من المؤسسات نحن اليوم بمركز طبي من أحدث وأجمل ما موجود لمعالجة مرضى السرطان اللي قلائل مثل هالمركز في العالم العربي ونحن نعتز بأنه يكونوا لعبين نادي الرياضي وأبطال لبنان والعرب وآسيا برفقة هالأطفال ليعطوهن المحبة وليفرجوهن روح العطاء بأي فرع اللي كان وبأي مكان اللي كان لعبين النادي الرياضي بيعرفوا أنه مهمتهم الرياضية منا بعيدة أبدا عن العمل الإنساني لهيك كانوا سعاداء جدا بها الزيارة أنا مثل هيك إفنت بيكبروا القلب فعلا هذي خطوة كتير مهمة للنادي الرياضي وللبنان كله أنه لازم أصلا مش بس يمكن بوقت إفنت لازم دايما نصير نطلطل لهون على هذا السنتر اللي هو أنا مش أول مرة بيجي شي فعلا بيكبر القلب أول شي نحن دايما ويسوفورت كازز هيك بالرياضي شي كتير حلو أنه نحن قدرنا نكون هون إن شاء الله يكونوا مبسطوا الولاد هيدا أهم شي وأكيد واحد وقت يكون بالرياضة مش بس بالرياضة فيه كمان أشق إنساني بالموضوع فصبق للنادي البيروت العريق أنه وقع اتفاقية مع جمعية أم النور يلي بتعنا بمكافحة إدمان المخدرات ونحن عندنا رسالة عطول نقول أنه نادي الرياضي ما شغلته بس يلعب الرياضة شغلته كمان ياخده مجتمعه ولازم يكون له رسالة إنسانية اليوم رسالتنا أهم بكتير رسالتنا اليوم إنسانية ووطنية لكل لبنان للرياضة وغير الرياضة لكل الأطفال يلي بحبوا لبنان ويلي بحبوا رياضة ويلي بحبوا الحياة اليوم نحن رسالتنا هي لمركز سرطان يلي من كله كل الاحترام وكل التقدير يمكن لازم تدعمه أكتر من هيك هيده جسد صغير منه نحن عقدنا لدعم لها الجمعية الخيرية الممتازة المهمة يلي عارفين أديها عم تعطلها الأطفال في البنان ونحن جنبه على طول شو ما تعوز منا هيده بداية لرسالات النادي الرياضي وإن شاء الله مكافيين بهالطريق من نحيط القيمين على المركز أكدوا أنه هيك نوع من المؤسسات هو هدف خدمة المجتمع اللبناني وخصوصا الأطفال وضعوا الجميع إلى أنه يكونوا أمام هالرسالة الإنسانية أولا نحن اليوم مناسبة اللقاء اليوم مع النادي الرياضي اللي هو بالحقيقة بيساهم دايما بالنشاطات المشتركة اللي صالح الجمعيات اللي مثل مركز سرطان الأطفال بنشاطات كتير مفيدة السنة عم نحتفل بالعيدة مرور 12 سنة على تأسيس هذا المركز بالمشاركة مع المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت وجمعية سرطان الأطفال اللي هي بالحقيقة نفتخر أنه من لما بلشنا لهلا أثبت المركز على أنه هو المركز الرئيسي في لبنان وفي الشرق الأوسط لمعالجة سرطان الأطفال وللأبحاث في مرض سرطان الأطفال نحن صراحة خلال كل 12 سنة اللي مرأوا كنا كتير فخورين أنه أكتر من 992 ولد تعالجوا بمركز سرطان الأطفال اليوم عم نقول شوية أرقام لحتى الناس تعرف أنه صحيح مرض السرطان هو مرض خطير بس اليوم نسبة الشفاء بتتعدى 80% ونحن كتير مبسوطين أنه النادي الرياضي كان أخذ المبادرة وعملنا بكرة المباراة اللي الكل اللي حيكون عم يحضرها لإطلاق الحملة الجولدن ريبن درايف اللي هي بتواعد هي حملة توعية لأن الناس تعرف أنه المرض ممكن يتعالج ومجرد ما عملنا هالتواعية عند الناس أنه أول ما يصير معهم حدا يحسر معه كانسر يتوجه لمركز سرطان الأطفال ونحن أكيد بوابنا مفتوحة لكل الناس بالختام بيبقى نقول أنه هيك نوع من النشاطات يلي بيجمع بين الرياضة والعمل الخيري والإنساني هو من أهم الركائز لبناء مجتمع لبناني حضارة حديث ترجمة نانسي قنقر